اشتركوا في القناة بمثل هذه الصيغة في سورتين في الحاقة وفي التكوير في الحاقة وفي التكوير كل حالة منهما بدأت بقسم قال الله عز وجل في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وقال جل وعلا في سورة التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون لا بد أن نبين أن الرسول الكريم المذكور في الحاقة هو غير الرسول الكريم المذكور في التكوير المذكور في الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم هو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه الصلاة والسلام أي أنه رسول بشري رسول بشري ما معنى رسول بشري؟ أي من البشر إنه لقول رسول كريم يدل على ذلك قول الله عز وجل بعدها وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لأنهم كانوا يقولون إن النبي شاعر ولا بقول كاهن لأنهم كانوا يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كاهن وقد كذبوا فيما زعموا فهذا الرسول هنا رسول بشري لكن نأتي لسورة التكوير يقول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه أي القرآن إجماعا إنه لقول رسول كريم هنا ليس المقصود ليس المقصود محمد بن عبد الله إنما المقصود جبريل عليه السلام فالرسول في سورة التكوير رسول ملكي ما معنى رسول ملكي؟ أي من جنس الملائكة أي من الملائكة وليس من أحد الملائكة بل هو من أشراف الملائكة وسادتهم ويدل على ذلك ما جاء من وصف بعده قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم فذكره الله عز وجل بعدة صفات كريم ذي قوة مكين مطاع أمين فهذه خمس صفات ذكرها الله عز وجل في وصفه هذا الملك الصالح جبريل عليه الصلاة والسلام الملك المقرب الذي ومن أعظم أشراف الملائكة فقال الله عز وجل إنه أي القرآن لقول رسول كريم كل من نفس معظم في أهل جنسه يسمى كريم وهذا باب شاء تكلمنا عنه كثيرا إنه لقول رسول كريم ذي قوة فوصفه الله عز وجل بالقوة قال عنه في صورة النجم ذو مرة ومعنى ذو مرة وذو قوة بمعنى واحد أي أنه شديد قوي لا يغلب من أهل جنسه ولا يمكن للشياطين أن تتصلط عليه فقوته تحول بينه وبين أحد من خلق الله أن يأتيه وأن يؤذيه ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي العرش المقصود الملأ الأعلى والله عز وجل هو رب العرش وذو هذه من الأسماء الخمسة ترفع بالوعو وتنصب بالألف وتجر بالياء وهنا جاءت مجرورة فاستخدم الياء قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة بينا أنه ذو قدرة وغلبة ذي قوة عند ذي العرش هنا جاءت مرفوعة بالوعو ثم جاءت مجرورة بالياء عند ذي العرش قلنا في الملأة الأعلى مكين أي له مقامه ورسوخ قدمه في الملأة الأعلى عليه الصلاة والسلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 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 في السماء من أحادي الملائكة فالملائكة تستمع له وقد ضرب العلماء لهذا مثلا فإنه عليه السلام لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسرائي والمعراج واستفتح فتح له ويقال إنه هو الذي دعا رضوانا أن يفتح باب الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا مالكا خازن النار أن يفتحها للنبي عليه الصلاة والسلام ليراها عن بعد فهو عليه الصلاة والسلام كان مع جبريل في الملأ الأعلى وكان يرى عليه الصلاة والسلام نبينا كيف كانت الملائكة تطيع جبريل فقال الله عز وجل مطاع والطاعة أمر الله عز وجل بها في كتابه تأتي مطلقة وتأتي مقيدة تأتي مطلقة طاعتنا لله ورسوله طاعة مطلقة في كل ما أمر الله ورسوله به وطاعة مقيدة ثم تمن أمرنا الله عز وجل بطاعتهم كطاعة الرجل لوالديه أمه وأبيه وكطاعة الرجل لولاة أمره أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة الرجل للكبير لمن له حق عليك فهذه كلها طاعة محمودة طاعتك لأمرائك في غير معصية لا فهذه طاعة مقيدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما الطاعة في المعروف وطاعة مطلقة ويطاعتنا لله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه هذا جبريل نافذ أمره في الملأ الأعلى يقول الله عز وجل مطاع ثم بفتح الثاء والمقصود هناك فهي اسم مكان للمكان البعيد مطاع ثم أمين وصفه الله عز وجل بالأمانة فكونه أمين لا يغير في ذلك الوحي من قبل نفسه وكونه قويا لا يجروا أحد على أن يأخذ الوحي منه فيغيره وهذا من دلالة منزلة جبرائيل عليه السلام في الملأ الأعلى